السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم طلابنا الإعزاء طلاب الصف الأول الأساسي من مدرسة مآثر الخاصة معلمتكم هنا الخوالدة هيا يا أول أحضر كتاب اللغة العربية وكراسة الكتابة في الحصة السابقة يا أول تعرفنا على حرف الفاء حرف الفاء وصوته إف وله شكلان شكل في بداية الكلمة وشكل في آخر الكلمة وأيضاً تعرفنا على صوت حرف الفاء مع حركات المد الطويل مع حركات المد القصير ومع المد الطويل إف ف ف في ف ف ف ف في أحسن قم إذن اسمي ف صوتي إف اسمي ف صوتي إف ركبنا مجموعة من الكلمات وأيضاً حللنا مجموعة من الكلمات في حصة هذا اليوم يا أول بدنا نتعرف على طريقة كتابة حرف الفاء طريقة كتابة حرف الفاء التمرين التمرين الأول أمرر قلمي ثم ألون أمرر قلمي ثم ألون هيا أحضر القلم الآن نبدأ بتمرير القلم بهذا الشكل نقطة البداية من الدائرة من وسط الدائرة نبدأ بهذا الشكل نعمل شكل دائرة تقريباً يعني بدنا ننزل لعند السطر بدنا نمشي مع السطر بهذا الشكل وما ننسى النقطة الآن بدنا نلون لون حرف الفاء يا أول أنهينا والآن آه لقد نسينا النقطة إذن لحرف الفاء نقطة واحدة والآن ننظر إلى شكل حرف الفاء الثاني نبدأ بهذا الشكل ننلف نعمل دائرة ننزل نمشي على السطر بعدين بنطلع طلعوا ويرافع إيده لأنه بنهاية الكلمة لحتى ما حدا يمسك فيه الآن بدي أستخدم هذا اللون هذا اللون في حرف الفاء الأصفر أحسنتم نبدأ الآن بالألوان بهذا الشكل اللون الأصفر ما ننسى النقطة برافو برافو يا أول إذن حرف الفاء له شكلان في بداية الكلمة ومسط الكلمة وفي آخر الكلمة هيا قعد كتابة حرف الفاء يا أول بهذا الشكل دائرة الهرق كتابة ننزل على السطر ونحط النقطة ممتاز إذن في آخر الكلمة بهذا الشكل دائرة ننزل على السطر بهذا الشكل لترفع رجلها وهيك نكون خلصنا الآن أملأ الفراغا بشكل المناسب لحرف الفاء ثم ألفط الآن حرف الفاء له شكلان الشكل الأول الشكل الثاني في عندي فراغ في أول كلمة أين الفراغ؟ في بداية الكلمة شكل حرف الفاء في بداية الكلمة الشكل الأول أم الثاني الشكل الأول أحسنتم لأنه بده يمسك بده يمد إيده لحتى الحرف اللي بعده يمسك فيه صارت الكلمة فارسن إذن اسم فارسن والآن الكلمة الثانية أين الفراغ يا أول؟ أين الفراغ؟ أيضا في بداية الكلمة إذن الشكل الأول أم الثاني؟ الشكل الأول أحسنتم بهذا الشكل ننزل نحط النقطة فارسن فارسن أحسنت والآن سارة طيب الفراغ في وسط الكلمة الشكل الأول أم الثاني؟ الشكل الثاني؟ آه أكيد خطأ لأنه ما بتقدر الرأي تمسك فيه إذن الشكل الأول بدنا ننتبه أنه الألف ما بمسك حرف رافس سا-ف-را سا-ف-را أحسنت والآن أين الفراغ يا أول؟ في آخر الكلمة شكل حرف الفا في آخر الكلمة الأول أم الثاني؟ الشكل الثاني أحسنتم والحرف اللي قبله حرف رافس إذن تيجي الفا توقف هون رفرا فا رفرا فا ممتاز أحسنتم الآن يا أول في تمرين موجود بدوسية الطالب دوسية اللغة العربية التمرين الأخير يا أول املأ الفراغ بشكل حرف الفا المناسب الكلمة الأولى الفراغ في بداية الكلمة إذن نختار الشكل الأول أم الثاني الشكل الأول أحسنتم فرسون في الكلمة الثانية الفراغ في آخر الكلمة وحرف الراغ حرف رافس أين شكل حرف الفا في آخر الكلمة الأول أم الثاني؟ الشكل الثاني أحسنتم حرف الراغ رافس فبتوقف بجنبهم حرف حرف س وحرف الفا اللي ناقصي أول في وسط الكلمة إذن شكل الحرف الأول س في سفير س في وكلمة راغ أين حرف الفا إنه قصية أول عنها في آخر الكلمة شكل الأول أم الثاني الشكل الثاني راغ فن ننتبه إنه الإي مادة إيدها فبتمسك الفا فيها راغ فن طيب الآن التمرين الثالث أكتبه بخط جميل الآن بدنا نكتب حرف الفا يا أول بخط جميل انظر يا أول إلى شكل حرف الفا بهذا الشكل بدنا نعمل دائرة بننزل رقبة وبتلف وبترفع إيدها إف عليها سكون إف في أول الكلمة أو في وسط الكلمة دائرة دائرة تنزل تمشي مع السطر فا الآن فا إف تنزل على السطر عليها نطة ومحا أفا أفا طويل الاف دائرة الهرقبة وبتنزل مع الـ مع الـ مع الـ فو للس إلى هذا الم meats عال السطر مع الـ تنزل على السطر العلوس أحسنتم والآن سافر ساري الإس حكينا إلها ثلاث أسنان على السطر مع الآس إف دائرة مع رقبة تنزل مع السطر مع الر سافر إس آس ري ساري مطلوب منك يا أول تكتب بهذا الخط الجميل وبطريقة متقنة الآن يا أول بعد ما أنهينا تمارين الكتاب انتقل إلى كراسة الكتابة كراسة الكتابة حارف الفاء التمرين الأول ألون حارف الفاء والآن أكتبه بخط جميل لاحظ يا أول نبدأ من الأسفل إلى الأعلى من الأسفل إلى الأعلى بهذا الشكل ال-f دائرة اللي هارجبة تنزل على السطر تمشي مع السطر if بهذا الشكل بدنا نكتب إلى الأعلى if بهذا الشكل مرة أخرى دائرة الهارجبة تنزل مع السطر تمشي if بهذا الشكل ال-if في آخر الكلمة أيضا يا أول إلها رقبة تنزل مع السطر وبتلف بهذا الشكل مرة أخرى تنزل عند السطر بتمشي مع السطر مرة أخرى دائرة تنزل عند السطر بتمشي مع السطر وبترفع إيدها بهذا الشكل بدنا نكمل هون وهون يا أول والآن كلمة رفيف نبدأ من الأخير ر إف مع الإي رفي إف رفيف أحسنت فارس إف الآن يا أول أنت بدأت تكمل كلمة رفيف رفيف فارس فا فارس بدنا نكتبها هون يا أول بدنا نكتبها هون سفير س في الإف نقطة الإي نقطتين والإر سفير سافر سمير س س ف ر س س س مي س مي سمير سمير بدنا نكتبها هون يا أول كمان هون لهون يا أول بنكون أنهينا حصة كتابة حرف الفا يعطيكم الف عافية يا أمي إن شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو طبعا حكينا إنه اسمي فا وصوتي إف صوتي إف صوتي إف على راسي نقطة واحدة يعطيكم الف عافية أول اشتركوا في القناة